طلابنا الأعزاء طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى معي أنا الأستاذ عمر ملكاوي من منصة أساس التعليمية في هذا الفيديو رح نعمل مراجعة سريعة للوحدة الرابعة هذه الوحدة اللي هي آخر وحدة في منهاج الفصل الدراسي الأول الأشياء اللي رح نتحدث عنها اللي هي الكلمات المهمة القطع الرئيسي الموجود في هذه الوحدة وأيضا القواعد المطلوبة في هذه الوحدة الآن زي ما شايفين يونيت فور الوحدة الرابعة عنوان هذه الوحدة اللي هو الترفيه أو المرافق الترفيهية اللي بتكون موجودة في كل مكان الآن أول شي في عنا مجموعة من الكلمات هاي الكلمات مهمة لازم تحفظوا معناها باللغة العربية وأيضا ترجعوا على الموجود في نهاية كتاب التمرين في معاني جميع الكلمات المطلوبة منكو في الكتاب أو في الفصلين الآن هون في عنا كلمات زي كوتش مدرب وايكوسترين اللي هو ركوب الخيل ترينينج التدريب دريسج الترويض وغروم اللي هو الشخص السائس السائس الخيول الذي يعتني بها وتروت اللي هي عملية الهرولة تمام الجري البطيء الآن في عنا هون قطعة هذه القطعة موجودة عندكو في الكتاب نقرأ هذه القطعة من البداية المشهد هو معرض الخيل الدولي في لندن في السابع عشر من شهر اثناش عام الفين فرطة عشر والحادث الافتتاحي يعني اللي رح يفتتح في هذا المعرب هو عبارة عن دريسج يعني عبارة عن ترويضة الاحصنة وهو عبارة عن عرض للمهارة وقدرة التواصل ما بين الشخص الذي يركب على الحصان وما بين الحصان نفسه قديش في بينهم تواصل والمهارة الموجودة إلى الملعب يهرول حصان بني جميل يقفان الخيال وحصانه يقفان بشكل تام ينتظران الموسيقى حتى تبدأ بينما تعزف الأوتار الأولى بينما تعزف تبدأ بالعزف اللي هو بلاي معناه يعزف يبدأ بالروتين الطبيعي يعني عند البدء بالشو هذا اللي هو العرض والذي سوف يكسر الرقم الوحيد الذي لم يكسروه حتى الآن هذا الفريق الذي لا يتوقف فاسم هذا الفريق فاسم هذا الفريق والخيال تبعه اسمه شارلت دجرتن هم الآن أبطال العالم في دريسج في الترويض وهم لم يكسروه لمدة ثلاث سنوات فاسمت جيدة في أولمبيكس يعني هي قبل وكبرت حتى تكبر وتشتهر في الألعاب الأولمبيه أين تقوم في أول أول ميتل الأولى التي ربيحت عيش الميتالية الذهبية الوحيدة البريطانية العظمى في هذه الرياضة هذا يبين لكل الناس بأنه هي إمرأة ماهرة في ركوب الخيل وتحسنت كثيرا منذ ذلك الحين على الرغم من ذلك شارلت هو الشخص الذي يدرب ذليغرو هذا الحصان بالإضافة للخيال يأتي من خلفية متواضعة يعني خلفية متواضعة يعني ما كانوا زي ما نقول إن ولدوا وبثموا معلقة الذهب لا خلفية متواضعة ناس عاديين كانت قرية في مدينة ولدت في قرية نورة لندن إلى الشمال من لندن تسمى قرية إنفلند وحبها لأحصنة والركوب الخيل بدأ من لما كان عمرها سنتين فوالدت شارلت كانت مغرمة بالخيول بالخيول كانت مغرمة بالخيول ولذلك فهمت حب تشارلت للحيوانات وهوايتها واهتمامها بالخيول كلاهما أو كلا أبواها الأب والأم لتشارلت كانا يعملان بشكل شاق وجاد ليش؟ حتى يعني يصنعوا ويجمعوا نقود كفاية حتى يعني حتى يمولوا حتى يمولوا شغف الباشن اللي هو الشغف تبع لأنه حبها الخيل وركوب الخيل بحاجة لمصاريف فكانوا يعملوا بجد حتى يعني يمولوا هذا الشغف نمت وكبرت كانت تأخذ دروس بمدرسة الركوب الخيل المجاورة القريبة المحلية وكانت تمضي معظم وقتها بقدر استطاعتها في المساعدة في العناية في الخيول التي تركبها منذ أن كان عمرها 16 سنة كانت تعمل شارلوت في استبلات لـ فان هو شخص مربي للخيول ومحب للخيول وهذا الشخص مشهور اسمه كارل هستر كارل أسكت here to work for him هو طلب منها أنه تشتغل معه as a groom كسائس للخيول تمام after she won a competition بعد ما فازت بالمثنفسة هستر أسكت شارلت to train Vallegro طلب منها أنها تدرب الحصان اللي هو Vallegro and they made an excellent team وصنعوا فريقا ممتازا هي الحصان from the beginning منذ البداية their partnership has been developing ever since يعني العلاقة بينهم والشراكة بينها وبين الحصان تطورت تطورت منذ ذلك الحين Charlotte's passion شغف Charlotte has not been listened by her success يعني لم يتم التقليل من هذا الشغف من خلال نجاحها يعني رغم نجاحها لم يقل شغفها بل انها ظلت شغوفة بركوب الخير she trains hard كانت تتدرب بشكل جاد of course but she says that she still finds time to relax with Vallegro بالرغم من ذلك بالرغم من ذلك أنها كانت يعني هي تقول أنه ما زال لديها وقت بأن تسترخي وتستريح يعني مع Vallegro going for rides in the countryside كانت تذهب معه في جولة حول البلدة في الأطراف يعني في الأرياض near her parents home بالقرب من منزل والدها ever since her first global success يعني منذ أول نجاحها نجاح لها global عالمي she has been trying as hard as she can to keep her home life as simple and stress free as possible يعني من لما نجحت عالميا وأصبحت بطلة عالمية لكنها تحاول دائما أن تحافظ على حياة المنزل أن تبقى بسيطة وأن تبقى بعيدة عن الاسترس بعيدة عن الإجهاد والضغط قدر الإمكان عن طريق إمضاء الوقت في المنزل she says that her family and friends and horse are the reason she has been able to stay relaxed and confident enough فهي تقول بأن عائلتها وأصدقائها واللي هو بين جوسين الحصان اللي هو صديقة يعني يعتبر هما السبب أنها ظلها قادرة على أن تبقى مسترخية وواثقة بشكل كافي to keep up her score حتى يعني تحافظ على الدرجة اللي وصلت لها والسكور اللي وصلت له of unbroken records لأرقام القياسية اللي ما يقدر حدا يحطنها however her mother says لكن أمها تقول she has always known Charlotte would be a star هي كانت دائما تعرف بأن Charlotte ستكون نجمة في المستقبل فيعني هذه القطعان فتاة هذه الفتاة تربت على حب الأحصنة وكان عندها شغف وطموح وقدرت يعني من خلال مهارتها ومن خلال مساعدة والدها أن تصبح نجمة عالمية تمام الآن ننتقل على القواعد المطلوبة في هذه الوحدة اللي هي المضارع التام المستمر present perfect continuous الآن أول شيء الاستخدام نحن نستخدم present perfect continuous أول شيء لا أشياء أو أفعال أو أحداث بلشت في الماضي ولكنها ما زالت مستمرة إلى الآن يعني بلشت في الماضي زمان وبعدها موجودة بعدها مستمرة لحد الآن ونستخدمها لأفعال بدأت في الماضي وانتهت للتو لكن آثارها وتأثيرها ما زال ملموسا حتى الآن فإذن يا إما حدث بلش بالماضي وما زال مستمر حتى الآن أو حدث بلش بالماضي انتهى مؤخرا لكن تأثيره لسه ملموس لسه موجود لسه مبين تأثيره مثال I have been playing football for two hours يعني ما زلت ألعب كرة القدم منذ ساعتين فأنا بلشت الألعب قبل ساعتين وما زلت مستمر في اللعب هون استخدمنا مضارع التام مستمر عشان نعبر عن هذه الحالة He has been writing a story since last week منذ الأسبوع الماضي بالماضي من الأسبوع الماضي هو بكتب في القصة وما زال يكتب لن ينتهي بعد تمام فهذا المقصود بالمضارع التام المستمر كيف إحنا بنستخدمه الآن قاعدته القاعدة في الجمل المثبته أول شي بيكون عندي فاعل تمام subject بعدين بدي أختار يا هاز يا هاب هاز بستخدمها لما يكون هذا subject مفرد وهاب لما يكون جمع اوكي بعدين بدي أضيف كلمة بين بعدين الفعل بدي يكون مضارف له ing اوكي زل ما شفنا هون الآي أخذت هاذ بعدين بين بعدين فعل ing اللي هي أخذت هاز بعدين بين بعدين ing هون علي هاز بين studying english so far لاحظوا علي مفرد استخدمنا هاز بعدين بين بعدين استضي ضفنا لها ing هون the students جمع استخدمنا هاذ بعدين بين بعدين start ضفنا لها ing صارت starting لعن في حالة النفي فقط أنا بضيف not بعد هاز و هاز بصير hasn't او haven't بضيف بعديهم كلمة not ننفيهم وندمجهم يعني not والهاز والnot والهave بدمجهم مع بعض بصير hasn't او haven't وبين و verb ing زي هون شي مفرد hasn't من في بعدين بين بعدين drive ضفنا لها ing صارت driving هون we جمع استخدمنا هاذ ونفيناها صارت haven't بعدين بين بعدين verb ing فإذا هيك أنا بعملها في الجمل المثبت العادية وهون بالجمل المنفي العادية بدي أمشي على هاي القاعدة زي ما هي تماما طيب الآن في حالة الأسئلة في حالة الأسئلة أول شي لما يكون سؤال بدي أستخدم بدي أستخدم بالأول أداة السؤال زي what to wear وين إلى آخره بعدين يا إما هاذ يا إما هاذ حسب إيش حسب هذا الفاعل الفاعل هون بيكون موجود فإذا بدي أطلع عليه بأنه هذا مفرد بدي أستخدم هاذ وإذا هذا جمع بدي أستخدم هاذ أوكي بعدين بين بعدين verb ing والتكملة فشوفوا كيف السؤال أداة السؤال بالأول اللي هي where بعدين هاذ استخدمناها لأنه الفاعل هون شي بعدين بين بعدين travel ضفنا لها ing صارت traveling هون أداة السؤال في البداية بعدين استخدمناها بليش لأنه they هاي جمع أوكي بعدين بين بعدين prepare ضفنا لها ing صارت preparing فأنا بدي أمشي على الترتيب تماما الآن النوع الثاني من الأسئلة اللي هو الي أستر نوع كوسن يبدأ بهاذ أو هاذ حسب الفاعل هون هذا الفاعل حسب هذا الفاعل باختار يا هاز يا هاذ أبلش فيها فهون الفراغ بيكون يعني هذا الفراغ هون بيكون تمام فبدي أختار أنا هاز أو هاذ حسب ايش حسب الفاعل بطلع الفاعل اللي بعده بشوف إذا إنه مفرد بستخدم هاذ زي هون استخدمنا هاذ لأنه الفاعل هون ات مفرد وإذا لأنه جمع باستخدم have زي هون. استخدمنا have لأنه الفاعل you جمع. بعدين استخدم been بعدين ing فهون استخدمنا been و ing. هون been و ing. تمام؟ لأن الكلمات الدالة على هذا الزمن اللي هو المضارع التام نفس الكلمات الدالة على المضارع التام. إذن الكلمات المشتركة ما بين المضارع التام والمضارع التام المستمر مثل since before just so far ever recently already yet. كلها مشتركة ما بين المضارع التام والمضارع التام المستمر طيب أنا بهذه الحالة كيف بدي أعرف هون انت لازم تفرق ما بين المضارع التام العادي والتام المستمر لأن المضارع التام العادي هو حدث بدأ في الماضي وانتهى مؤخرا انتهى بطل إليه أي وجود ولا إليه أي تأثير انتهى ولكنه انتهى مؤخرا بينما المضارع التام المستمر حدث بدأ في الماضي ولكنه ما زال مستمرا أو إنه انتهى مؤخرا ولكن تأثيره إله لازال موجودا حتى الآن. تمام؟ لما نحكي مثلا نكتب هون الجملة لاحظوا هون استخدمنا مضارع تام مستمر لاحظوا هون استخدمنا مضارع تام مستمر لما إن هن pernah شاء يومج لاحظوا هون استخدمنا مضارعت تام مستمر انتهى الحدث انتهى يعني هو كان موجود في الغرفة ودخن فيها لمدة ساعة وطلع لكن يعني هون الحدث انتهى عملية التدخين انتهت هو دخن وراح اوكي لكن تأثير هذا الفعل اللي هو سموكينغ ما زال موجود اللي هي يعني الريحة ما زالت موجودة هون فيه هناك تأثير ما زال ملموس ما زال موجود لو غبنا مثلا ثلاث اربع ساعات وراحت خلاص بطل فيه هناك اي تأثير لهذا الفعل اللي هو سموك خلاص ما بنستخدم مضارع تام مستمر لكن بما انه التأثير بعده موجود فنستخدم مضارع تام مستمر اذا ممكن يكون الحدث بدأ في الماضي زي هون بدأ قبل ساعة التدخين في الغرفة وانتهى مؤخرا انتهى عملية التدخين بطل يدخن راح ولكن تأثيره ما زال موجود تأثيره ما زال موجود لسه فيه موجود ريحة لسه مثلا موجود الاثار للتدخين وهكذا اوكي فهذا المقصود فيها يا اما حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر او حدث بدأ في الماضي لكن تأثيره ما زال موجودا تمام طيب الان ناخد بعض الامثلة هون على المضارع التام المستمر نعمل هذول الجمل بالمضارع التام المستمر هون number one they have been living in this house for five years هون I وتستخدم read تمام الـ I تأخذ have I have بعدين been بعدين read وضيفي لها ing بصير reading هون the sales manager تمام the sales manager هذا مفرد بستخدم has بعدين been بعدين achieving وضيفي لها ing has been achieving هون she مفرد بستخدم has بعدين been بعدين الفعل try بضيفي لها ing بصير trying number five I الـ I تأخذ have بعدين been بعدين الفعل stay بضيفي لها ing بصير staying number six he مفرد بأخذ has بعدين been بعدين الفعل make بضيفي لها ing بصير making هون I ji هون he مفرد بأخذ has بعدين been بعدين الفعل wear برو for ing بصير weg هون ده كابل مفرد باخذ هاز بعدين بين بعدين الفعل اللي هو ست بضيف له انجي بصير ستنج لاحظه هون نعمل دبل تي لانه اه منتهي بحرف صحيح قبله وحرف عليه هون هارس مفرد باخذ هاز بعدين بين بعدين الفعل بين جوسين اللي هو تاي بضيف له انجي بصير تايبن هون ريتا مفرد هاز بين وويت بضيف له انجي بصير ويتن هون ده كدس جمع باخذ هاف بعدين بين بعدين وويت بضيف له انجي بصير وويتن فبهاي الطريقة انا بحل السؤال على بمشي على القاعدة زي ما هي تمام لان فعلنا هون ثلاث فقرات موجودة في احد التمارين موجودة في هذا الكتاب عن ثلاث رياضات مختلفة طبعا هو اصلا بالاساس هو تمرين لسنينج فانا هون جمعت لكم الفقرات وعبين الفراغات لليسنينج الموجودة على اساس اذا اجدتكو زي هي قطعة ممكن يعني تكون فاهمها عشان تعرف تجاوب على هاي الاسئلة اول شي الجولف اللي هي رياضة الجولف during the 15th century خلال القرن الخامس عشر similar game to golf لعبة مشابهة لرياضة الجولف was played in scotland لعبت في scotland back then بالعودة الى ذلك instead of using strong and durable clubs and balls يعني بدلا من استخدام كرات ومضرب دائري وقوي people use to hit pebbles using wooden sticks كان الناس يضربون الحجارة الصغيرة باستخدام wooden sticks باستخدام مضرب خشبي تمام later on after getting tired of hitting pebbles بعد ما تعبوا من ضرب الحجارة الصغيرة والعصى players started trying other things until the golf ball as we know it today was invented صاروا يحاولوا يستخدموا يعني اشياء ثاني غير الحصى في ضربها لانه صارت يعني متعبة عبينما كرة الجولف اللي بنعرفها حاليا اخترعت golf courses are now found in many middle eastern countries الآن في هناك يعني خلنحكي مساقات لتعليم الجولف موجود الآن يمكن ايجادها في ال middle eastern countries في بلدان الشرق الاوسط مثل الاردن والبحرين and the United Arab Emirates والامارات العربية المتحدة فهون هذا القطع عن رياضة الجولف الآن القطع الثاني عن الفنسينغ المبارزة الرياضة بدأت هذه الرياضة كطريقة للتدرب تدرب على القتال في العصور الوسطى عندما كان الفرسان يحاولوا او يقوموا بتجهيز انفسهم عن طريق القتال في بيرز كل اثنين مع بعض بسيوف ما كانت حد بسيوف ما كانت تدرب على سبكتاكر سبورت بعدين صارت عبارة عن رياضة يتم مشاهدتها في اسبانيا و ايطاليا في اسبانيا و ايطاليا و رياضة المبارزة اصبحت هذه المنافسات اصبحت احداث مشهورة منذ ذلك الحين حتى الثلاثينيات من القرن الماضي يعني انك تسجل سكور تأخذ علامة نقطة كان صعب لانه كان في هناك مجموعة كبيرة من الحكام كانوا يعني يشاهدوا حتى يروا اذا واحد من المبارزين ضرب الآخر او لمسه فكانت صعبة انك تسجل سكور لانه كثير في حكام يعني مجموعة حكام ولكن تم استبدال الحكام بايش؟ صارت العملية عملية الالكترونية مباشرة بعرفوا اذا ضربوا او لا يعني يحتسب له نقطة ويعني صار في هناك علامة ضوء احمر او اخضر لما يصير في هناك touch يعني اذا لمسوا او ضربوا حتى تسجل نقطة صار في هناك علامة خضراء او حمراء مسموعة الان البادمنتون الريشة الناس كانوا يلعبون رياضة الريشة بالمضرب منذ ألاف السنين او لمدة ألاف السنين هذه الرياضة مذكورة في الوثائق المكتوبة عن الحضارة اليونان القديم الإغريق قبل حوالي الفين سنة الاطفال لعبوا نسخ متعددة من هذه اللعبة في الشرق الأبعد الأدنى في الهند في 1860 الأطفال كانوا يلعبوا بالهند هذه اللعبة في 1873 في عام 1873 يعني هذه الرياضة وصلت إلى انجلترا كانت تلعب من قبل الضيوف في مكان بجمع في الضيوف يلعبوا هذه اللعبة اسم هذا الهاوس الذي يلعب فيه الزوار كان اسمه بادمنتون او بيت الريشة في النحكي هذه الرياضة نمت في شهرتها هذه الرياضة نمت في شهرتها وديت تلعب اصبحت الرياضة أسرع وصبحت أسرع رياضة مضرب لنذهب تلعب إلى 320 كيلومتر من سنة إن الريشة عند تضرب ممكن أن تنتقل يبلغ سرعتها 320 كيل متر بالساعة تمام فهذه الرياضة الثالثة الموجودة في هذا التمرين الآن في عنا هون قطعة هذه القطعة أيضا موجودة معكم في الكتاب Cycling Past Present and Future ركوب الدراجات بين الماضي والحاضر والمستقبل عمان at 7.30 a.m. on a day in spring 2014 يعني هذه القطعة تدور أحداثها في عمان ساعة 7.30 صباحا في يوم ربيعي في عام 2014 الناس في طريقهم إلى أعمالهم بعض منهم يقود سيارته بعض منهم يمشي and some are cycling along a cycle route وبعض منهم يقود دراجته بطريق الدراجات 10 years ago قبل عشر سنوات من 2014 Cycling in Jordan was almost unheard of لم يكن أحد يسمع برياضة ركوب الدراجات nowadays في أيامنا الحالية cyclists are everywhere ركبي الدراجات في كل مكان Cycling is fast becoming both a popular hobby ركوب الدراجات بسرعة أصبح هواية مشهورة and a useful mode of transport ووسيلة نقل مفيدة organizations such as Cycling Jordan بعض المنظمات مثل منظمة الدراجين الأردنيين have been set up أنشئت to promote the ecological and health benefits of the sport حتى يعني تروج للفوائد تمام الفوائد الصحية والإيكولوجيكل البيئية لهذه الرياضة These have been a great success هذه كانت نجاح عظيم with bicycle hiring businesses صار في هناك بزنس خاص باستئجار الدراجات الهوائية starting up بدأ and cycling tours of the country وركوب الدراجات على شكل رحلات في البلد becoming more and more common أصبح أمر شائع The cycling movement has grown حركة ركوب الدراجات نمت to include school children وصار يعني الناس اللي بتركب الدراجات أكثر وأكثر من ضمنهم طلاب المدارس teenagers الشباب families العائلات and aspiring athletes والرياضيين أيضا Cycling is one of the most flexible forms of transport ركوب الدراجات هي إحدى وسائل النقل أو أشكال وسائل النقل لفلكسب للمرنة Okay For a long distance إذا أنت تروح لمسافة طويلة a journey رحلة لمسافة طويلة through the mountains خلال أو عبر الجبال or a quick trip to the shops أو في رحلة قصيرة إلى المحلات التجارية يعني هي وصيلة نقل صارت مشهورة سواء بدك تروح رحلة طويلة مسافتها طويلة بدك تروح على الجبال بدك تروح في رحلة طويلة أو بدك تروح في رحلة قصيرة على الدكانة على المحل بالمكان القريب بإمكانك أيضا تروح بالدراجة Despite this there is still work to be done على الرغم من ذلك في هناك عمل لازم نقوم فيه If more people are to take up cycling إذا بدنا أشخاص أكثر يعني يصيروا يركبوا الدراجة الهوائية The roads are still not safe enough الطرق ما زالت ليست آمنة بشكل كافي And knowledge about how to cycle safety والمعرفة في كيفية قيادة الدراجة بشكل آمن is not yet widespread أو غير منتشرة لحد الآن أيضا ما في safety على الطرق وأيضا القيادة بشكل آمن غير منتشرة بين الناس Share the road A branch of cycling Jordan الآن هذه المنظمة التي هي Cycling Jordan صار في منها فرع اسمه Share the road هذا الفرع is working to spread awareness هو يعمل على نشر الوعي of how to cycle في كيفية قيادة الدراجة to drive with cyclists both in the city and on long distance bike riders إذن في كيفية قيادة الدراجة بأمان في المدينة وأيضا للمسافات الطويلة الناس اللي بركب الدراجة للمسافات طويلة It offers advice هي تعرض نصائح to motorists لمين نصائح للي بيقودوا السيارات العادية on how to drive with cyclists في كيفية أن يقودوا سياراتهم لما يكون في راكبي دراجات on the road على الطريق and advice to cyclists وأيضا بتقدم نصائح لراكبي الدراجات أنفسهم of which the most important must يعني أكثر شيء مهم يجب أن يرتدوه وهو wear a helmet at all times أنه يجب عليكم ارتداء الخوذة الواقية طيلة الوقت hopefully يعني على أمل as awareness of how to cycle safety spirits أنه الوعي في كيفية قيادة الدراجات بأمان أنه ينتشر more and more people will join the cycling revolution أنه نأمل أنه عدد أكبر من الناس ينضموا إلى ثورة قيادة الدراجات تمام؟ يعني القطعة كاملة عن رياضة قيادة الدراجات في الأردن بين الماضي والحاضر والمستقبل الآن آخر شيء في عنا مجموعة من الكلمات هذه كلمات برضو كلمات مهمة مجموعة ثانية من ضيفة للمجموعة الأولى اللي ذكرناها في البداية اللي هي hours المجدية frackwit المضرب ice skates الزلاجات الجليدية helmet الخوذة shuttlecock gougles اللي هي النظارات الواقية اللي بلوسوها السباحين stick اللي هي العصى وبات اللي هو المضرب الآن كان هذا آخر شيء في هذه الوحدة زي ما شفنا في هذا الفيديو عملنا مراجعة سريعة للوحدة الرابعة آخر وحدة موجودة معنا في منهاج الصف الأول ثانوي الفصل الأول الآن شفتوا في هذا الفيديو مراجعة سريعة للكلمات المهمة لا القطع الأساسي الرئيسي المهم الموجودة وللقواعد المطلوبة منك في هذه الوحدة بتمنى يكون هذا الشرح مفيد بالنسبة لكم وبتمنى دائما تستفيدوا من جميع الشروحات والفيديوهات المقدم لكم إياها عبر منصة أساس التعليمية بلتقي معاكم في الفصل القادم الله يعطيك ألف عافية موسيقى 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 موسيقى